شهدت محافظة بني سويف تطوير مستشفى الأمراض الصدرية ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية يهدف التطوير لدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وبجعلها عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية شهدت محافظة بني سويف تطوير مستشفى الأمراض الصدرية وشملت تطوير إنشاء وحدة عناية مركزة بطاقة 23 سريرا ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة والأطقم الطبية المستشفى بتقدم خدمات تعديدة من ضمن الخدمات دي العائلات الخارجية عندنا عائلات الصدر والجلدية والأسنان وعائلات الأطفال والعلاج الطبيعي وعائلات التغذية العلاجية وعائلات متابعة ما بعد الكورونا عندنا قسم الاستيبال بشغال على مدارة 24 ساعة قسم الإشاعة باستيبال الناس على مدارة 24 ساعة تم تطوير قسم الإشاعة ودخل جهاز المقطعية متعدد المقاطع وعندنا الأقسام الداخلية عندنا الأقسام الحساسية وأقسام الكورونا وقسم الدارن وعندنا عناية مركزة العناية تخدم مرضى الحساسية وعناية تخدم مرضى الكورونا وعناية تخدم مرضى الدارن وتضمنت أعمال تطوير المستشفى الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم الاشتباه في كورونا فضلا عن تطوير المعامل وأماكن مبيت الأطباء المستشفى بعد التطوير بتقدم خدمات أكثر للمرضى وعدل السرير أكثر دلوقتي وبنقدم الخدمات كلها على مدار 24 ساعة الدكاترة كلهم أخصائيين واستشاريين موجودين على مدار 24 ساعة والخدمات كلها موجودة مع عامل وتحليل وأشعة وكل حاجة تمام توفرة دلوقتي تطوير مهم سيسهم بشكل كبير في مواجهة أي التدعيات طريقة في القطاع الصحي حيث تم تصميم المخازن بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث النظم تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والتانية في مستشفى صدر بنسويف تم زيادة عدد الأسرة الداخلي لتصبح 90 سرير بجانب 23 سرير رعاية مركزة تم تطوير قسم الأشعة المقطعية وتزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية على أحدث النظام بجانب تطوير الأقسام الداخلية للدرن والعيدات الخارجية بالإضافة إلى جاري الانتهاء من بناء المخزن الاستراتيجي داخل مستشفى الصدر بمساحة تقارب 2400 متر تقريباً يتم تقديم العلاج المجاني داخل المستشفى دعم جهود مستشفى الأمراض الصدرية في بنسويف في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون كعنصر هام من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة الأمراض والجوائح ودعم مخازن الأدوية بالمستشفى كل هذا يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية في صعيد مصر